وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 442 قضية تمونية بمضبطات وصلت إلى 77 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 16 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية فقد تم ضبط نحو 61 طن وفي مجالي قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب منذوبة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 17 طن أقمح محلية